موسيقى أهلا بكم خلال تظاهرات تشرين كانت الشعارات والمواقف الأبرز المعبرة عن تحدي قوى السلطة تصدر من ساحة الحبوب في مدينة الناصرية إذ رفض متظاهر المدينة رفع خيامهم كما أن الناصرية الآن هي المدينة الوحيدة في العراق التي ليس فيها مقر لأي حزب سياسي بعد تجريف الثائرين لها ولمقرات الميليشيات الطائفية استهداف الناصرية مؤخرا وستهدفت الناصرية وسقط نحو عشرة شهداء ومئات الجرحة برصاص الميليشيات برهن هذا السقوط أو هذه التطورات على أن جدوة التظاهر لا تزال تلتهب في صدور ثوار تشرين ومحاولة قوى السلطة من الواضح أنها فشلت في معركة تحدي كسر الإرادة وإنهاء الثورة لا سيما في الناصرية خصوصية الناصرية في ثورة تشرين ودوافع الحملة الأمنية المسعورة للقوات الحكومية والميليشيات ضد ثوار المدينة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية ما هي دوافع الحملة الأمنية المسعورة التي تقوم بها القوات الحكومية وميليشياتها الطائفية ضد الناصرية وثوارها؟ وهل فعلا أن ما يجري في الناصرية من مجابهة مع قوى السلطة أثبت خطأ قول أن ثورة تشرين انتهت أو أنهيت؟ وهل باتت الناصرية أي قولة الثورة وبوصلتها بعد الدماء الغزيرة التي قدمتها خلال تظاهرات تشرين؟ وما هي المخاطر المترتبة على عدم إدراك قوى السلطة وميليشياتها؟ أن الإصرار على المقاربة الأمنية مع الحركة السلمي يعني مزيدا من إراقة الدماء وإزهاق الأرواح وأين أضحت وعود الكاظمي بحماية المتظاهرين وإيقاف اغتيالهم وخطفهم وتقديم قتلتهم إلى القضاء؟ ضيف الطاولة رافع الفلاح عبد الحميد العاني قحطان الخفاجي تأخذ المدن رمزيتها وتستمد دورها المحوري من نشاط أبنائها وتضحياتهم الجسيمة عبر التاريخ وفي حاضر العراق الحالي وبعد أن ولدت ثورة تشرين تسيدت محافظة ذيقار الموقف وأصبحت مدينة الناصرية عاصمة ثورة تشرين وأم شهدائها ومدار ملاحمها عندما سجلت في عدة أشهر أروع قصص التظاهرات التي تعبر عن الوعي السياسي لأهالي الناصرية ورقيهم الحضاري الثوري وإصرارهم على التغيير رمزية هذه المدينة الثائرة قضت مطجع المنظومة الحاكمة ومن خلفها إيران فأطلقت ميليشياتها ترهب السكان وتقمع المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل الغازية في حملات متتابعة شعواء أدت إلى سقوط مئات شهداء والجرحة بشكل ممنهج وثقته مجازر ساحة الحبوب وجسر زيتون وكلما خف الحراك الثوري قليلاً عاد شباب الناصرية ليبعثوا فيه الحياة ويجدد مطالبهم في التغيير الكامل فلم يرضهم تغيير شكلي لمحافظ أو مسؤول مع بقاء مظلة الأحزاب والكتل النموذج المشرف الذي قدمته الناصرية في ثورة تشرين لم يأتي من فراغ بل إن للعمق التاريخي دوراً في تكوين المزاج الشعبي العام ففي تاريخ العراق الحديث تميزت الناصرية بتنوع انتماءات أبنائها السياسية ودورهم في رسم ملامح العراق الحديث بالتفاعل مع أبناء المحافظات الأخرى فلذلك حفظ سكان المحافظة تاريخهم واستدعوه بطرق وطنية نبيلة حيرت حكومات الاحتلال فأفردت لها النصيب الأكبر من الميليشيات والأحزاب لتخمد الحراك الثوري كل أدوات القمع لم تفلح في إخماد شعلة ساحة الحبوب فظلت مشتعلة تزيد من عزيمة العراقيين وكما أن في ذيقار انتصف العرب من العجم كذلك في الناصرية ينتصف العراقيون من العملية السياسية الفاسدة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في خصوصية مدينة الناصرية وحراكها ودوافع الحملة الأمنية المسعورة للقوات الأمنية والميليشيات ضد ثوار ومتظاهرية المدينة ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق ومعنا أيضا دكتور قحطان الخفاجي أستاذه ومعنا أيضا دكتور العلوم السياسية كلهم عبر سكايب وأهلا وسهلا بالجميع أهلا بكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور المدينة الناصرية منذ انطلاق الحراك ثورة تشرين تعرضت الحقيقة إلى عملية تنكيل وبطش واضحة قدمت أكثر من 150 شهيد حتى اللحظة آخرهم كان عشر شهداء قبل أيام العدد الأكبر من الضحايا طبعا ذهب في مجزرة الارتكابها الفريق الجميل الشمري طبعا هذه الحملة وصفها بيان هيئة علماء المسلمين أنها حملة مسعورة هل من تفسير لهذا التنكيل هذا البطش هذه القسوة مع الناصرية ومتظاهرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد بداية وحييك وحيي ضيوفك الكرام أهلا وسهلا الحقيقة عندما قامت ثورة تشرين في تشرين أول عام 2017 كانت حكومة عادل عبد المهدي هي التي موجودة على الساحة وأسقطت بفعل الثورة بفعل الثوار كان القرار من البداية مواجهة الثورة مواجهة هؤلاء الشباب بالقتل بالترويع بالاختطاف بالاعتقال هكذا كانت لكن لم ينفع معهم هذا العلاج اللي وجدت فيه قوى السلطة يعني مخرجها لم يكن مخرجا مناسبا الثورة تسعت تعمقت استطاعت أن تتجاوز هذه المرحلة وأسقطت حكومة عبد المهدي وجاء بعد شهور بيئة الكاظمي نعم الآن بعد مرور نحو سنة على مجيء الكاظمي تضحت الصورة أنه هناك يعني اتفاق كان على أن يقوم الكاظمي بتهديئة الأوضاع والوعود الكاذبة هذه اللي يقدمها وهناك قوى أخرى من قوى العملية السياسية الميليشياوية تتولى يعني وقد الثورة في الشوارع إنهاء الثورة في الشوارع لذلك شهدنا تحرك لميليشيا مقتدى الصدر في النجف في بغداد في ساحة التحرير في كثير من المدن في كربلاء في الديواني اتحركوا بشكل قوي جدا واتهامات شديدة للمتظاهرين وقوى السلطة وقوى الأمنية وقوى الميليشياوية وساندتهم في استهداف المتظاهرين في القتل في القطف لذلك احنا شهدنا في هذه المرحلة سقوط أكثر من ألف شهيد 30 ألف أكثر من 30 ألف جرية ومختطفين كثير وترويع وكلام يعني معيب جدا كانوا يطلقونه أوصاف معيبة على الشباب وحرقوا فيهم أكثر من مرة واستهدفوهم وكانت للناصرية حصة في هذا الحقيقة لكن الناصرية لها خصوصية حقيقية تختلف عن باقي المدن وتختلف عن بغداد تعرف أستاذ ماجز أن العواصم وبذات مدينة مثل بغداد فيها تجمعات كثيرة من مدن كثيرة المدن الصغيرة المدن المغلقة على النفس مثل الناصرية أنا لا أقول مغلقة عفوا لهذا التعبير لكن المدن اللي لها خصوصية محتفظة عشائرها وأهلها وإحنا مجتمع عشائري كأساسا في العراق ظلت محافظة على ثوابت معينة على إطار معينة على بيئة معينة والناصرية منها الناصرية لها يعني جذور عمق في التاريخ ومدينة من مدن العراق الأساسية ومدينة أوذور وأكد يعني مدينة لها تاريخها وحضارتها القديمة في عمق التاريخ العراقي هذه المدينة كانت لها ثورات وكانت لها انتفاضات كثيرة في تاريخها عندما استطاعت هذه الميليشيات أن توئد الحركة على الثقل في إبغداد في النجف في كربلاء في أماكن معينة في شكلها الواسع جربت أيضا حظها مع الناصرية الناصرية البيئة مختلفة طبيعة التكوين مختلفة إضافة إلى كل هذا أن الناصرية من البداية كان لديها أحساس ولأنه طبقة مثقفة كثيرة واعية موجودة في الناصرية الناصرية مجتمعها مجتمع فيه كثير من الفنانين فيه كثير من المثقفين فيه كثير من المعلمين المدرسين يعني مجتمع مثقف يقرأ ويكتب مدينة تقرأ وتكتب فبالتالي الحقيقة مدينة الناصرية استطعت تلملم نفسها وتواجه هذا الغضب واستفادت من الدروس التي حصلت لباقي المدن وخاصة في ساحة التحرير لذلك شهدنا في ساحة التحرير عندما زال الضغط على المتظاهرين قالوا أن قرارنا يصدر من ساحة الحبوبي أو كل المهمة لساحة الحبوبي للناصرية مركز ذيقار فبالتالي حملة الناصرية وحملة ذيقار مسؤولية أن تبقى هي راية الثورة وهي استطاعت بالفعل وبإخلاص وبقدرة أن تتولى هذا الدور بكل وهذه نقطة مهمة دكتور أشكرك أنت أشرت إلها خلينا أيضا نحيل شرحها أكثر لدكتور عبد الحميد العاني دكتور هل تعتقد أنه ثمت دوافع أخرى لاستهداف أو البطش بالناصرية غير أنها مدينة بين قوسين متمردة على السلطة ثائرة لا زالت مستمرة على الرغم من أن الحراك يعني خفت وطيرته لا زالت هي من يرفع لواء المجابهة مع الميليشيات أنهت مقرات الميليشيات والأحزاب في الناصرية وكأن السلطة تخاف من الناصرية أكثر من خوفها من أي مدينة أخرى فيها تظاهرات فعلا هكذا بسم الله الرحمن الرحيم أحييك وجميع المشاهدين والضيوف الأكارم أهلا وسهلا يعني لا شك أنه هذه الحكومات حكومات السلطة الظالمة الطاغية والتي استلمت الحكمة منذ 2003 إلى الآن عهدناها تتعامل مع الشعب العراقي هذا التعامل تعامل العنف والبطش وكما يقال الإفراط في استخدام القوة لكل رافض لهذه العملية لكل رافض لهذا الظلم لكل مطالب بحقوقه الناصرية هذه المدينة يعني تميزت بمميزات كثيرة طبعا وقبل أن نذكر هذه المميزات حينما نقول أن هذه المدينة تتميز بكذا لا يعني أننا في ذلك عن بقية المدن وإلا جميع مدن العراق شهدت هذا الحراق وشهدت هذا الرفض لكن نحن نرى منذ 2000 خاصة نتكلم في هذا التاريخ الحديث المعاصر منذ 2003 إلى الآن أحيانا بعض المناطق في العراق تتميز بهذا الرفض يتصاعد فيه صوت الشابس في تلك المناطق لكثير من الظروف الموضوعية فهذا التصاعد تصعيد الصوت الرافض وعملية الرفض بالأساليب الأخرى تجعل هذه السلطات وهذه القوات الأمنية والأحزاب والميليشيات وغيرها تستخدم مثل هذا الأمر ونتذكر كيف تعاملوا الاحتلال الأمريكي وما بعده من الحكومات مع مدينة الفلوجة حينما كان صوتها مرتفعا في المقاومة وفي فترة من الزمن حينما كان النجف أيضا رفعت صوتها اليوم مدينة ناصرية أيضا لماذا هذا الإصرار منها؟ مدينة ناصرية طبعا موقفها الرافض للاحتلال والعملية السياسية لا يتعلق فقط في ثورة نشعيم هي مستمرة ومتمسكة بهذا الرفض منذ ربما السنة الأولى من الاحتلال والمباهرات فيها لم تبدأ مع ثورة التشرين وإنما هي كانت قبل ذلك بسنوات كثيرة هذا كله له آثار الآثار السابقة الجذور الثقافية لهذه المدينة ولشابها فتتميز كما يتميز الكثير لكن خاصة هنا ربما أبناء هذه المدينة بإرثهم التاريخي والثقافي الذي جعلهم لا ينخرطون في المشروع الطائفي لم ينخدعوا غالبيتهم لم ينخدعوا بالشعرات الطائفية الشعرات التي تسترت بالدين وضحكت على الناس كان لهذه المدينة بسبب الوعي الثقافي سببا في أن يكون هناك وعي في الموقف الرافض ورفض صريح كل الشعب العراقي رافض لكن فرق بين من يصرح ومن يعبر بهذا الرفض بالصوت وبالكلمة وبالشعر وبغيرها أو حتى بالمظاهرات والثورة كما رأينا في هذه المدينة وعينها دكتور قحطان الخفاجي مرحبا بك معنا أولا أهلا وسهلا حبيبي حياك الله حيا الضيوف وحيا المشاهدين الكرام والقناة الكريمة أهلا وسهلا دكتور على الرغم من دموية وقسوة الحل الأمني كان باطشا وكان هناك تنكيل واضح بالناصرية الناصرية قدمت أكثر من 150 شهيد من المتظاهرين طبعا ومئات الجرحة في يومين ارتكب جميل الشمري مجزرة راح ضحيتها يعني 60 إلى 70 وربما أكثر من المتظاهرين مع ذلك هذا الحل الأمني لحد الآن فشل في إخماد الحراك في الناصرية ولا زالت المجابة مستعرة هذا الحل الأمني هو كان عاجزا عن حسم القضية في الناصرية وإنها الحراك أم ثمت إصرار غير تقليدي من المتظاهرين الناصرية على المضي في المجابهة والمواجهة مع قوى السلطة؟ بدءا أنا كعراقي وحيي ذيقار ورجال ذيقار تحية ما بعد التحية تحية بعمق التاريخ ومعنات المستقبل وأفاق معنات الحاضر وأفاق المستقبل فالناصرية حتى اليوم هي العراق وعراق إن شاء الله سينهض من خلال الناصرية هل الحل العسكري ناجع في الناصرية أو سواها أو أي شيء إذا رجعنا إلى العراق منذ 2003 لحد الآن لم يكن أبداً الحل العسكري والأمني ناجع حيال أي قضية مع الفارق الكبير بين موقف الناصرية الآن وأي حالة سابقة وذلك لأن الترتيب العراقية حقيقة أساساً هي ليست عسكرية محظة رغم أن جاءت عبر احتلال بقدر ما هي عقائدية أجندات خارجية وبالتالي الشعب العراقي عموماً والناصرية على وجه التحديد أدركت حجم المؤامرة نعم المؤامرة على العراق وأدركت طبيعة التعامل الذي يراد أن يكون العراق بجزء من صيورة خارجية لذلك هذه المجامع المتنفذة على الشأن العراقي رسمياً لا تقوى أن تعطيه الحقائق وأن تصحح حقائدياً وذكرياً وسلوكياً ولكنها فقط أن تقدر أن تجسد الحال العسكرية لذلك الحال العسكرية لم تحل القضية نهائياً فما بالنا في قضية تبنتها الشعب العراقي وذيقار وهي أنقاذ وطن وأنقاذ الوطن لا يكون إلا عبرة تغيير العملية السياسية ومحاسبة الفاسدين وبالتحديد تلك القوى التي تتنفذ وتسيطر على الشأن الرسمي والسياسي والإنسان العراقي إذن الخلل كبير وإدراك الحكومة للتعامل مع ثوار العراق هو ثوار ذيقار غائبة عنهم كيفية الحل الحقيقي لجوم الحل العسكري لا يحل مشكلة بل يؤكد حقيقة أساسيتين أولاً أن القوى العسكرية تنساق مع الرغبة للبقاء السياسيين على قمة صوتها واحد اثنين القوى العسكرية لا تحاكي ولا تلجم ولا تخفف ولا تلبي طموح الشارع وبالتالي الشارع باقي على ثوابته وقيمه والحكومة باقي على آلياتها وهنا أذكر بشيء قبل بداية الحديث ولكني نسيته والآن تذكرته ودعني أقوله للناصرية يقال إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما ذيقار إلا باريقة بعث الإسلام فذيقار بمعنى عمقها التاريخي وذيقار بموقفها الذي شهده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هنا إن كسر أيوانا كسرة وإن طفأت نار المجوس فذيقار امتداد لهذه الحالة وذيقار معاناة العراق الحالية وبالتالي لا يلجمها السلاح اللا مشروع ولا وطني ولا مشروعية أشكر دكتور رافع الفلاحي في نفس نقطة المقاربة الأمنية المقاربة الأمنية لأي حراك رافض لما يجي في العراق الحقيقة عمرها أكثر 18 سنة الأمريكان تعاملوا مع الحل العسكري والأمني والأرض المحروقة مع كل المدن التي شهدت رفضا للاحتلال كان هناك المقاومة الوطنية العراقية بعد ذلك مع الحراكات في 2013 ثورة 25 إشباط الاعتصامات نهاية 2012 والتظاهرات الحالية على الرغم من أنه هذا المقاربة أو الحل الأمني لم يؤدي إلى نتيجة وكانت نتيجته مزيد من الدماء وإزهاق الأرواح ومزيد من الخراب لكن قوى السلطة لا زالت تعتمد فقط هذا الخيار لم تستطع أن تطور خيارات أخرى للتعامل مع هذا الرفض هذه المناهضة المزمنة التي عمرها 18 سنة هل هذه السلطة إلى هذه الدرجة عقيمة في إيجاد خيارات أخرى مسارات أخرى للتعامل مع حركة الرفض والمناهضة هذه الحقيقة سيد ماجد يعني ندل على شيء هذا يدل على غضاء هذه السلطة نعم غبية إلى درجة غريبة عجيبة وكل سلطات الغبية لا تستحق أن تحكم شعباً مثل يعني خاصة مثل الشعب العراقي وتحكم بلداً مثل العراق دكتور خلينا أضيف نقطة إلى السؤال على الرغم من كل الإمكانيات المادية وغير المادية التي توفرت لهذه القوى السلطة في الداخل والخارج والإقليم وأيضاً الدعم الدولي وبإمكانها أن تسكت أو تقنع أو ترضي هذه الحركات الرافضة لكنها فشلت لحد الآن نعم نعم هي الحقيقة جزء من هذا اللي حضرتك حدثت عننا في النهاية هو جزء من هذا اللي اللي يتجسد في غباءهم هم يعتقدون وهذا هو جزء من من غرور من غرور السلطة اعتقدوا أن القوى الخارجية القوى الإقليمية والدولية تؤيدهم والعالم كل يؤيدهم لأنه هذه التجربة العقيمة هذا الغرب اللي جابها وأمريكا اللي جابت وأرضت واقع إقليمي معين رضي بها وقبل بها لأن فيها منفعت فبالتالي كل هذه القوى ساندتهم لم يبقى لهم إلا مساندة بعضهم المساندة الداخلية هم يعتقدون بقوة السلاح بقوة الميليشيات تستطيعون أن يقضوا على أي معارضة لهم هذا جزء من عنده بالقراءة الداخلية والقراءة بالقراءة التاريخية يعني ذلك نقول أغبياء عندما يقرؤون التاريخ لو كان واحد منهم يقرأ التاريخ لكان قال لهم لنتوقف هنا لأنه كل تجارة بالتاريخ تثبت أنه نحن ذاهبون في طريق السقوط يعني سأعطيك تلسنا ماجد بشكل سريع النموذج الأول هو الثورة الفرنسية عام 1789 يعني الثورات لماذا تقوم لأنه هناك ظلم لأنه هناك استبداد لأنه هناك جوع لأنه هناك وهكذا هي كل الثورات التي قامت فعندما قامت الثورة الفرنسية عام 1789 كانت بسبب الجوع بسبب الفقر بسبب الظلم بسبب الاستبداد وقامت وأيضا السلطات واجهت أبو النار والقتل لكن استطاعت الجماهير استطاعت الثوار الفلاحين أن ينتصروا بثورتهم ومضت في طريقة تعطيك مثالا آخر بالثورة الروسية عام 1917 في بداية في العقد الأول من القرن العشرين الماضي كان الوضع في روسيا وضع مزري الغذاء غير متوفر وضع كساد اقتصادي وضع صعب معيشة استبداد أيضا القياصرة استبداد كبير وثار الشعب ضدهم وأسقطهم وأيضا واجهوا بالرصاص والقتل ولم يستطيعوا وبالتالي الشعب انتصر هذه جزء من التجارب وأعود إلى تجربة عراقية في 30 حزيران عام 1920 عندما كان الظلم عندما كان الاحتلال البريطاني في العراق أيضا ثار الشعب العراقي ضد الظلم ضد الاستبداد ضد الاحتلال وأيضا قدم تضحيات بغض النظر عن ما قالت إليه الثورة يعني فشلت بالقوة العسكرية البريطانية استطاعت أن تفشلها لكن هي حققت نتائج كبيرة وعززت ثقة العراقيين في غد في غد أجمل وهذا ما تحقق بالتالي الشعوب هي مصدر الثورات وهي هي هي التي تمتع القابليات للعبور في ثورات أو أهداف إلى شواطئ الأمان هؤلاء في السلطة لم يدركوا هذه القضية سنتحدث سنتحدث اسمح لي نتوقف عند فاصل ونتحدث عن خطورة عدم إدراك السلطة أن ما يجري في العراق له تداعيات ومخاطر على الحاضر والمستقبل نتوقف عند هذا الفاصل لنشات في هذا العرض الموجز بعض من الأسباب أو الدوافع لهذا الاستهداف والتنكيل والبطش بالناصرية وحراكها السلمي ثم نعود لإكمال النقاش ابقوا معنا موسيقى موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في خصوصية الناصرية في ثورة تشرين ودوافع الحملة الامنية المسعورة للقوات الحكومية والميليشيات ضد حراكها وثائريها ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي دكتور عبد الحميد العاني دكتور قحطان الخفاجي دكتور عبد الحميد العاني يقال ان ما يجري في الناصرية من مجابة مستمرة مع قوة السلطة والميليشيات اثبت وبرهن خطأ الاعتقادي او القول ان ثورة تشرين انتهت او ان السلطة نجحت في انهائها وان جدوة الثورة ما زالت متقدة حتى الان الواقع يعزز مثل هذا التقييم او القول بالتأكيد واعداد الضحايا التي سقطت قبل ايام في هذه المدينة خير دليل على ذلك وهي ليست المرة الاولى التي يسقط مثل هذه الاعداد الثورة فكرة ولا يمكن لهذه الفكرة ان تموت لا بد ان تحقق شيئا وقد اثبت ابناء الناصرية ان الثورة مستمرة بهذا الامر لانه يجب ان نفرق بين ثورة تقوم على ردة فعل عاطفية لموقف معين وبين رفض شعبي مبني على الوعي ثورة تشرين هذه هي امتداد لثورات سابقة اشار لها الاساتذة والدكتور رافع ايضا هذه الثورات ولا سيما ثورة تشرين الحالية المستمرة الى الان واوضح شبابها من خلال الشعاراتهم التي يرفعونها من خلال الهتافات ومن خلال ما يصرح به هؤلاء واسر الضحايا تدلل بشكل واضح ان هذه ثورة وعي ثورة رفض وهذا الرفض لا بد ان ننظر الى الاسباب هذه الاسباب التي دعت هؤلاء الثائرين المتظاهرين في هذه المدينة وفي غيرها للخروج لا تزال مستمرة بل متصاعدة هؤلاء خرجوا ضد الفساد والفساد مستمر متزايد متصاعد خرجوا ضد الظلم والمجابهة والعنف والقتل والجرحة كله يعزز ان هذه الطبقة هذه العملية السياسية وطبقتها والاحزاب والميليشيات من ورائها هي يجب انه تزول اذا الشعب امامه خيار اما ان يرضى لهذا الظالم ويكون معنى ذلك انه مزيد من الظلم والتنازل عن حقوقه او استمراره حتى تتحقق له هذه الحقوق التي يطالبها اما السلطة فهي اما ان تستمر في غبائها كما وصفه الدكتور رافع قبل قليل وتمضي في هذا وسيكون الخاسر هو هي هي ستكون الخاسرة او انها تراجع او تستمع للناصحين فيكون هناك المعالجة والمعالجة لا نعني بها اصلاحات ترقيعية او خداعات كما اريد بمجيء الكاظمي ومحاولتهم خداع الشعبي وظنهم انهم سيستطيعون تخديره بمثل هذه الخطوة فهذه الحلول الترقيعية لا يمكن ان تأتي على هذه الثورة او تجعل هؤلاء الثوار والمتظاهرين ان يعودوا الى بيوتهم فنسأل الله تعالى ان يثبت هؤلاء حتى تتحقق الحقوق ويزول هذا الظلم عن جميع ابناء الشعب العراقي لان الظلم قد طال كل العراقيين بل طال مستقبل العراقي كما اشار الى ذلك الاساتذة نعم دكتور قحطان الان التظاهرات والحراك في العراق بات ينتظر ما يصدر من حراك الناصرية ليؤسس او يبني عليه مواقفه ينتظر ماذا تقول الناصرية ماذا يقول الحراك هناك حتى الرأي العام بات وكأن الناصرية ينظر اليها على انه عاصمة الثورة عاصمة الثورة التشرين هل تعتقد ان الناصرية فعلا تحولت الى ايقونة لهذه الثورة وقبلة او بوصلة بوصلة نظرا لما قدمتها من ثمن كبير الناصرية يعني مئات الشهداء مئات الجرحى والمخطوفين وما زالت آلة القتل آلة القتل الميليشيوية لا زالت شغالة في الناصرية عاصمة الثورة الآن الناصرية قناة الثورة عراق الثورة كل الصفات تستحق الناصرية واكثر نعم ولكن حقيقة وايضا كل محافظات تنظر الى الناصرية نعم وهذا حقيقة الامر رغم كونه ايجابي ولكن انا اقول انه فيه من اللا ايجابية كيف؟ على المحافظات ان تتحرك كما تتحرك الناصرية الناصرية نعم لها ميزات ان تستحق ان تتميز ولكن لابد على المحافظات الباقية دكتور بعد المجزرة اسمح لي بعد المجزرة الاخيرة الحقيقة كانت هناك تظاهرات في القادسية وتظاهرات في واسط وتظاهرات في ايضا المدن الاخرى نعم نعم وفي بغداد اكيد وابارك فيها ولكن نتمنى ان ديمومت هذه الحالة واسمارها لان ليس من المنطق بالمرة ان نترك تترك الحمل على محافظة وهي تستحق ان تتقدم وان تتسيد المشهد بواقع حالها ولكن المعاناة واحدة ابن الناصرية يعاني كما يعاني بالمحافظات الاخرى والظلم واقع عراقي دون استثناء من زاخو الى حد الفاو وبالتالي نتمنى نرجو ان من المحافظة الباقية ان تحذو بحذوي محافظة دقاء ومع هذا وذاك نؤكد ان طبعا الجذوة باقية جذوة العمل كبيرة جدا والثورة باقية كبيرة جدا والمحافظات تتوقع بابل كربلة السماوة ستشهد تصعيدا قريبا واسعا نضاف الى التصعيدات التي نشهدها الان مساعدة الى دقاء او اسمرار لروح الثورة في العراق كلها باذن الله نعم دكتور رافع الفلاحي قيل مع ولادة حكومة الكاظمي او السلطة طبعا او السلطة او المحسوبون وانصارها ومعازرها ان حكومة الكاظمي يعني جاءت من رحم التظاهرات نتيجة التظاهرات وما الى ذلك ولا زالت الوعود وعود رئيس الحكومة لحد الان تسمع بحماية المتظاهرين بالحفاظ على امنهم وسلامتهم منع الاختطاف ملاحقة القتلة المتظاهرين ومع ذلك ربما يعني ما قتل من المتظاهرين في حكومة الكاظمي يعادل ايضا ربما الى حد ما ما قتل في حكومة عادل عبد المهدي يعني هذا هذا عجز من الحكومة في حماية المتظاهرين هذا تواطئ مع القتلة هذا ما اجد ان اقلت لك البداية عندما تحدثت عن بداية ثورة تشريين نعم حكومة عبد المهدي ومجيء الكاظمي مع مجيء الكاظمي وزعت الادوار هذا جزء من ادوار جزء من دور تلعب حكومة الكاظمي الحقيقة كذب والدعاء ووعود ولجان تحقيقية يعني عندما تنظر الان كشف حساب مثل ما يقال عندما يعني تضع امامك يضع الشعب العراقي امامك كشف حساب بماذا ما الذي انجزته من كل الوعود التي وعد بها الكاظمي وحكومته ستجد انه صفر لا لا وعده قد تحققه بالعكس الوضع من سيء الى اسوأ والميليشيات الان تتسيد الساحة بشكل واضح جدا جدا لكن يعني ربما يقتل وهو يرتدي الكفوف يعني عادل عبد المهدي كان يرتدي يعني لا يقتل بدون كفوف ربما هذا يرتدي هذه القفازات الملونة بحديث معسول وحاديث غريبة عجيبة لكنها لا تسمن ولا تغني عن جوع الحقيقة الوضع من سيء الى اسوأ وهو جزء من هذه المنظومة الخريبة بالتالي اهل الناصرية واهل بغداد واهل كل المحافظات العراقية الان اكتشفوا انه هذه الحكومة هم من البداية يعرفون الثوار انه هذه الحكومة لم تخرج من رحمة ثورة هذه حكومة جاءت بها الميليشيات وجاءت بها لدور معين تلعبه وهذا واضح جدا جدا وجاءت فترة من الفترات اعترف الكاظمي انه مهمة هذه الحكومة واحد اثنين ثلاثة وقالتها الميليشيات انه اكو قضايا لا يتدخل بها وليس له علاقة بها قال خيس الخزعلي قال اكو قضايا واحد اثنين ثلاثة ما لا علاقة بها انت جئنا بك لتفعل واحد اثنين ثلاثة افعلها واذهب اذا ذهبت باتجاه اخر واتحدثت بشكل اخر سنزيحك عن الحكومة اسمع الدكتور لكن في نقطة الناصرية وبعد مقتل عشرة الحكومة استمعت الى المتظاهرين المحافظ يعني اقيل اعين محافظ جديد المحافظ الجديد التقى بالحساسيات الاجتماعية والثقافية الموجودة في الناصرية واستمع لهم وكان منفتحا يعني عليهم يعني ما الذي يمكن ان تقدهم الحكومة في هذا الظرف العصيب اكثر من من هذا الذي قدمته للناصرية تحديدا تحدث سأقول لك الحقيقة الناصرية بالذات هذه عندما اسقطت يعني مدام جئنا الى هذه الصورة هذه اللقطة نعم يوم اسقاط المحافظة اسقاط الحكومة المحلية اسقاط هذا المحافظة الاخير نعم ومجيء الاسد اللي عين الكاظبي في هذا اليوم الناصرية فقدت ربما عشر شهداء واكثر من مئة وعشرين جريه نعم في هذا اليوم كان هناك لقطة من اروع ما يمكن في الناصرية في هذا اليوم بالذات الناصرية جسدت روح الثورة جسدت انها مدينة لا يمكن ان تستسلم وهذا ربما جزء من النصائح التي جاءت من الخارج جاءت من الداخل لا اعلم قالوا للكاظمي ولغيره والطبقة السياسية هذه مدينة لا تستسلم هذه اللقطة اللي اتحدث عنها وكننا شاهدناها هي هبت اهل الناصرية كلهم للتبرع بالدم عندما زاد عدد الجرحة شاهدنا طوابير من اهل الناصرية نساء ورجال وشلوخ كلهم يتراكضون في الشوارع الذهاب الى مستشفى الناصرية للتبرع بالدم هذه لا تحدث في مدن لا تتبنى الثورة هذه معناها ان هذه المدينة تتبنى الثورة ان الشعب الناصرية يتبنى شبابه يتبنى الثورة لذلك انت لا تواجه 30 و50 و110 و20 ألف و100 ألف متظاهر في الشارع انت تواجه مدينة كاملة مدينة بكل معالمها بكل ناصها بكل قدراتها بكل عشائرها هذه فقدوها هذه استطاعوا ان يفهموا هذه القضية بنصيحة من الخارج بنصيحة من الداخل لا اعرف لذلك حاولوا ان يقدموا شيئا بوعود كاذبة يعني هم مجبرين على ان يقدموا هذا هذا ليس احسانا منهم يعني عندما قدموا انت تقول لي ماذا يستطيعون ان يقدمهم هم كانوا يستطيعون ان يقدموا كل شيء للشعب العراقي 18 سنة من الاموال التي توفرت له من الدعم القارجي من الدعم الداخلي كان ممكن ان يبنوا العراق 3 او 4 مرات بشكل جديد وكان العراق مزدهرا متطورا هم زادوا بالامية زادوا بالفقر زادوا بالخراب زادوا بالمرض لم يبنوا مستشفى واحدة لم يبنوا مدرسة واحدة البطالة في اعلى درجات الفقر في اعلى درجاته العشوائيات في اعلى درجاته في التالي الناس وصلوا الى قناعة هي لماذا تقوم الثورة عندما يصل الناس الى قناعة انه ليس لهم مكان في هذا الوطن فيترون لتغيير النظام لكي يجدوا مكانهم الحقيقي في هذا الوطن ومدينة الناصرية فهمت هذه وارادت ان تفهم الاخرين هذه المعادلة السحية اشكرك انه ليس للعراقيين مكان في ظل هذه السلطة يجب ازالة هذه السلطة لذلك يطالبون نريد وطن نعم دكتور عبد الحميد العاني هذه المقاربة الامنية الدموية المستمرة من 18 سنة التي اودت بحياتي مئات الالاف بل الملايين من المدنيين قوى السلطة يبدو ليس عندها خيار اخر عدم ادراكها لخطورة هذه المقاربة الامنية الدموية في العراق وطبعا الثمن مزيد من الدماء والارواح ما هي المخاطر المترتبة عليها يعني السلطة الان بهذا الخيار كمن يسقط الجدار على كل من يجلس تحته هكذا هكذا يبدو الحال في العراق يعني القانون الفيزيائي معروف كل فعل له ردة فعل ومثل ما اشار الاساتذة ايضا من خلال الثورات السابقة التجارب السابقة هي ليست تجربة تجارب سواء في العراق او في غير العراق اثبتت ان هذا الاستخدام او هذا الاسلوب اسلوب العنف هو لا ينجح ربما يؤجل ربما يهدئ من الصوت لكن الثورة فكرة والفكرة لا يمكن ان تموت سيستمر هذا الصراع وهم يدركون ذلك يدركون ان مزيدا من الدماع هي تغذية لهذه الثورة لانها اذا كان هناك متظاهر واحد الان يرفع صوته وسقوط هذا المتظاهر شهيدا او جريحا فمعناها انك تؤلب عائلته واسرته واصدقاءه وهذا ما يحصل فتتزايد هنا اعداد الثائرين وان قلت ربما في بعض الاحيان لكنها هذه كلها تغذية للثورة هؤلاء يدركون ذلك لكنهم يصرون على الخط او الاسلوب الحل الامني والعنف لان هناك اوامر خارجية هم ادوات هم ادوات لا يتحركون بانفسهم فقط او من انفسهم وانما هم ادوات ينفذون ويحرقون انفسهم ويحرقون البلاد تلبية لاوامر خارجية وهم ربما تعطيهم الاوامر الخارجية تعطيهم ضوءا اخضر للاستمرار في هذا العنف وايضا تعطيهم طمأنات نوع من الطمأنا لانه حمايتهم وحماية امنهم وعدم المساس بهم لكن الخطر اذا استمر فان هذه النار هي ستحرق الجميع نحن لا نتمنى طبعا لا نتمنى سقوط الشهداء اخرين او دماء اخرى من ابناء شعبنا العراقي نحن نتمنى الحل اليوم قبل الغد ونأمل كما يأمل جميع ابناء شعبنا العراقي بعودة الرفاه والطمأنين اولا والامان والرفاه والرخاء وهذه الثروات بلدنا من اغنى البلاد من اغنى البلاد العالم بلدنا فقط نحتاج الى عقل وطني سلطة وطنية حكومة وطنية تقوم بتأمين بتوزيع هذه الثروة وتوزيع عادلا وسياسة البلاد سياسة عادلة بعطاء كل ذي حقه واملنا كبير انه سيتحقق ذلك وسيزول هؤلاء الظالمون الذين تسلطوا على رقاب ابناء الشعب العراقي ان شاء الله دكتور قحطان الخفاجي في نقطة فشل الحكومة والكاظم في حماية المتظاهرين وهي تعهدات قطعها على نفسه في بداية التسنم منصبة ويكرنها طبعا في كل مناسبة ان حكومته ستحمي المتظاهرين لكن القتل لا زال مستمرا وصفك الدماء وما جرى في الناصرية قبل ايام من قتل واستشهاد عشر من المتظاهرين هناك من يذهب الى ان الكاظم متواطف في عملية القتل وهناك الحقيقة من يرفض هذا التواطف ويعني يعتقد انه ليس من الانصاف والموضوعية اتهام الرجل بالتواطف قد يكون ضعيفا لا سلطة له على هذه الميليشيات ذات السطوة الكبيرة والمتغولة يعني هل الرجل متواطئ او انه ضعيف امام سطوة الميليشيات ولا طاقة له على مواجهتها عزيزي لاحظ حتى عملية استقدام او استخدام وصف لوضع العراق بشكل عام ووضع الكاظمي يصعب على اي شخص علمي ان يضع وصف لهذا الشيء لانه خات المنطق بالمرة ذلك هو ضعيف هو متامر هو مقصر هو متعمد كل الصفات تصح بدءا من انه ادعى انه نتيجة للثورة التشرين هذا ادعى باطل من الاساس نعم ادعى جاء لكي يحمي المتظاهرين نحن نعرف تماما انه بالاضافة الى ما يسمى بالطرف الثالث انه جهات رسمية هي التي اسقطت التي هي اطلقت النار الحي على المتظاهرين طيب هذه الجهات الرسمية التابعة للداخلية او للدفاع والقادة عن مقاتل مسلحة اين هو من هذا القرار او من هذا السعر اذا كان اصحب عليه ان يتابع الطرف الثالث او الفصائل التي تستهدي في المتظاهرين في بيوتهم هنا وهناك بلثام وبمسميات المختلفة طيب اين هو من الاجراءات الرسمية التي يقوم بها التي يقوم بها الجهات الرسمية الانية طيب اذا كان كان هو دكتور اسمحلي هل تم توجيه التهمة رسميا قانونيا وقضائيا الى اطراف او مؤسسات حكومية رسمية في الدولة انهم هم من قتل المتظاهرين لا زال الكلام اتهامات سياسية واعلامية اكثر من كون قانوني رسمي الجهة المسؤولة عن الضحاية سقطت تبقى هي الحكومة نعم سوى ان تم الشكوى عليها الميميتهم لماذا لان هي التي مسؤولة على امن المواطن واحد اثنين المتظاهر كما تدعي الحكومة خرج طالب بحقه وهي تسنده والمقاتل الرسمي العراقي في ساحة المتظاهرين طيب السلاح الذي يملكه المقاتل الرسمي لم يوجه الى من استهدف المتظاهرين الشيء الاخر الدخانيات والاسلحة التي تخدمت بصورة واضحة الشيء الاخر الشهود العيان في ساحات المتظاهرين هم كانوا رصستان احيانا من منطقية واحدة في مقتل للمتظاهر كل هذا حقائق موجودة الشيء الذي يمكن ان نقوله من يستمع ومن يقوى عن ان يقدم شكوى الى جهات الرسمية في حكومة العراق هذه مغاطا كبرى المواطن الذي يقتل عليه ان يلثم جراحه او ان يرتدي كفنة ويذهب الى مقبرة ود السلام وانتهى الامر لان القضاء مسيس القوة السياسية مسيسة كاظمي مسيس وكلها يالت ان تكون مسيسة الى الفكر السياسي الحقيقي والالية السياسية الحقيقية لا انها مسيسة لاطراف قاتلة دموية تابعة لاطراف خارجية اذا العراقي يقتل اكثر من مرة يقتل في الساحة يقتل عندما يشتكي يقتل عندما يرفع صوته يقتل عندما يطالب بحقه اذا الحكومة العراقية وكاظمي عن وجه التعديد مسؤول مسؤول المضاعف وذا كان ضعيفا عليه اما ان ينسحب او ان يقول كلاما صليحا انا ضعيف وهناك قوة اقوى من العراق واقوى من الجهة الرسمية ان يبقى ان يبقى دائما في هذه الالية لا للموت ولا الحياة ولا اليمين ولا اليسار فهو جزء من الترتيبة ويتحمل مسؤولية كاملة واتوقع انه سيندب كثيرا على ما يقوم به الان نعم دكتور رافع الفلاحي اذا هذا الوضع هذا الوضع المعروف في العراق سيطرة الميليشيات والحكومة في موقف الضعيف والخائر في حماية الحراك في المرحلة القادمة سنشهد ناصريات اخرى طبعا الان ناصريات موجودة التظاهرات في كل مدن لكن بهذا العناد بهذا المضي على الرغم من الثمن الباهض الذي قد يدفع نعم ربما اختصر لك كل هذا استاذ ماجد بالقول نعم انه عوامل اندلاع الثورة اندلاع ثورة تشرين كل التظاهرات التي قامت قبل قبل ثورة تشرين ولغاية ثورة تشرين للحد الان كل عوامل اندلاع هذه الثورات كل عوامل اندلاع هذه التباهرات ما زالت قائمة ما زالت مستمرة بل بالعكس تتوسع وتتعمق لذلك في الثورة القائمة لا يمكن أن تنتهي لأن عوامل قيام هذه الثورة موجودة وعناصر قيامها في البيئة موجودة الشعب ما زال يعاني من الظلم والظلم أكثر الآن يعاني من التخلف والتخلف أكثر الآن يعاني من المرض والمرض أكثر يعاني من التهميش والتهميش أكثر يعاني من سلطة الميليشيات من التسلط من القتل من الذبح من الاستبداد من القهر هذه كلها العوامل تتوسع وتتعمق هذه تترك جروح وتترك عواملها ودوافعها داخل النفوس البشرية فبالتالي عوامل قيام الثورة باقية وهؤلاء الذين في السلطة لا يريدون ولا يستطيعون ولا هذا دورهم لأنه إذا أرادوا أن يقضوا على هذه العوامل أن يبنوا العراق وأن يؤسسوا لمرحلة جديدة وهذا مدورهم هؤلاء جاءوا لتخريب العراق فبالتالي كل عوامل قيام الثورة واستمرارها قائمة وما زالت قائمة لذلك عتمية استمرار الثورة وانتصارها وتحقيق أهداف كلش واقعية وكلش منطقية أشكرك دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وأيضا شكرا لدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق وأيضا لدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كانوا معنا في حلقة الليلة من طاولة حوار عن خصوصية الناصرية ودوافع الحملة الأمنية المسعورة للميليشيات والقوات الأمنية في استهدافها واستهداف حراكها أشكر المشاهدين الكرام أيضا وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمائلها اشتركوا في القناة